مشاهدين الكرام ينضم إلينا رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التقطيط الدكتور ضياء عواد الحديث أكثر عن المسار الحكومي لإنجاز التعداد السكاني في المحافظات وإقليم كردستان أهلا ومرحبا بك دكتور هل الموعد هو نهائي أم قابل للتأجيل أم أن الجهات مستعدة لهذا التعداد؟ تفضل نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لكم ولكم مشاهدي قناة العراقية كافة شكرا على الاستضافة نعم هو الموعد محدد بشكل نهائي إن شاء الله وزارة التقطيط وتحديدا هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية تستكمل استعداداتها لتنفيذ هذا التعداد والاستحقاق الوطني الذي انتظرناه طويلا كما تعلمون أن العراق غاب عنه تعدادات منذ عام 1997 وعام 1987 الذي كان شاملا ونحن إن شاء الله لا نتدخر جهدا حتى يمكن أن يكون هذا التعداد في بوق موعده المحدد في نهاية هذا العام إن شاء الله طيب أبرز الاستعدادات ما الذي أكملته الوزارات أو الجهات الساندة فيما يتعلق بإجراء التعداد السكاني وما المتبقي من هذه الاستعدادات؟ نعم أول شيء هو استكمال الاستمارات الخاصة للتعداد هذا التعداد لن يكون تقليديا سيكون الكترونيا باستخدام الأجهزة اللوحية أول شيء أول منجز هو أكملنا الاستمارة التي أعرضناها لكل الوزارات وأخذنا احتياجاتهم وهذه الاستمارة قد عرضت على كل الوزارات وحددنا ما هي احتياجات هذه الوزارات واحتياجات وزارة التخطيط للتنمية والحمد لله أكملنا الاستمارة من كل المتطلبات الفنية حاليا نعود للطلبات التقنية للتحويل هذه الاستمارة من ورقية إلى الالكترونية ما هي أبرز تضمينات الاستمارة دكتور؟ هناك التعداد بشكل مختصر هو عد العراقيين الموجودين داخل حدود العراقية دولة العراقية وهذه البيانات هي تشمل خصائص الاجتماعية خصائص الاقتصادية وكل ما يتعلق بالسكن والمباني والمنشآت فكل هذه المتضمنة في استمارات التعداد إن شاء الله نعم تفضل نجاح دكتور يعني التعداد يشمل أقليم كردستان أيضا هل تواصلتم مع الجهات المعنية في أقليم كردستان بهذا الخصوص؟ وهو سيكون يوم واحد في جميع المحافظات؟ لا كما ذكرت هو ليس تقليديا ويختلف عن التعدادات السابقة لن يكون يوم واحدا سيمتد إلى 15 إلى 20 يوم ولكن الخطة أن هناك يومين لحضر التجوال كما كان سابقا لأخذ بيانات فراد الأسرة ويستمر عملية التعداد أما عن تنسيق مع أقليم كردستان فهناك تنسيق عادل مستوى مع سادة المسؤولين في الأقليم وهناك أرضية ثابتة ومستقرة إن شاء الله في تنفيذ التعداد هذه المرة وتجاوزنا كل التحديات والعقبات وإن شاء الله ماضين في تنفيذنا للتعداد في هذا العام أعود إلى الاستمارة فرح نتحدث عن استمارة يوجد فيها خصائص اجتماعية وخصائص لربما نتحدث أسرية بالتحديد وتتعلق ببنى التحتية وليس كذلك دكتور ما علاقة كل هذه التفاصيل بتعداد سكاني التعداد السكاني لا يعني فقط عد السكان وعد الأفراد بل هناك شراط تحتاجها الدولة للتخطيط للبناء المدارس والمراكز الصحية لتقديم الخدمات فلابد أن توفر هذه البناءات من خلال التعداد التعداد هو فرصة ينفذ كل عشر سنوات يوفر كل هذه المعلومات والبيانات من أجل تنفيذ خطة وتنمية مستقبلية للسنوات القادمة تعرفون أن وزارة التخطيط هي الجهة المعنية لإعداد الخطط التنمية الوطنية الخمسية بحاجة إلى بيانات تفصيلية عن الأفراد عن الساكنين على المباني والمشآت وعن القومية وعن المذهب وتفاصيل أخرى لا عفوا القومية لم يكن هناك سؤالا في هذه المرة في التعداد لأنه هو سبب كان في تأخير التعداد في عام 2010 والمذهب أبدا لن يكون ولم يكون سؤالا على المذهب في كل تعدادات العراق منذ عام 27 إلى حتى الآن لربما أيضا نتحدث جزء من إجراء التعداد يتعلق بتفاصيل خاصة بالموازنة الموازنة العامة احتساب النسب وهذا موضوع جدلي نعم ولربما أيضا سيتم من خلال إجراء التعداد السكاني فرز كل هذه التفاصيل هل نتحدث بموازاة إجراء التعداد سيتم التعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بما أشرنا إليه قبل قليل دكتور نعم كل البيانات متعلقة بالأفراد ما يخص التعليم العمل التحاق بالتعليم الإعاقة النازحين الإقامة هذه كل هذه المعلومات متوفرة في استمارة التعداد فهي فرصة واستحقاق وطني نعمل على تنفيذها إن شاء الله بالرغم من المحاولات التي بدأناها منذ عام 2004 لتوفير هذه البيانات إلا أنه لم تكن هذه المحاولات لها واقع في الميدان ولكن هذه المرة نعتقد إن شاء الله جازمين أننا سنوفر كل هذه البيانات لأننا نرفع شعار التعداد للتنمية طيب فيما يتعلق بالمناطق المتنزع عليها دكتور ضياء والحديث أيضا لربما فيه الكثير من المشكلات فيما يتعلق بإجراء التعداد في هذه المناطق إذا تم تجريد الاستمارة من السؤال القومية القومية من الطائفة ونتحدث عن مناطق متنازع عليها تريد الأطراف المكونات التي تعيش في هذه المناطق أبرى سويته كيف ستتعاملون مع هذه المناطق نعم هو قرار المحكمة التحادية العليا في عام 2010 فصل التعداد عن الإحصاء الوارد في المادة 140 طيب هو هذا السؤال القومي الذي ذكرته سبب هذا تعطيل وتأخير عدم تنفيذ التعداد في ذلك الوقت بعد أن حذفنا سؤال القومية واتفقنا مع هيئة إحصاء قليم كردستان على تنفيذ آلية عمل في المناطق المتنازع عليها بأن يكون هناك ثلاثة من القوميات العربي والكردي والتركوماني وحتى من الديانات الأخرى تشترك في عملية العد حتى يطمئن على نتائج التعداد فهناك آلية نحب أن نطمئن الجميع أن التعداد لا يسيس ولا يخدم حق تقرير مصير مناطق متنازع عليها أو غيرها هو فقط للتنمية والبحث العلمي والتخطيط نعم أشكرك شكرا جزيلا رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط الدكتور ضياء عوات شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم